اشتركوا في القناة اجتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج الإعداد والتدريب العسكرية التي تشهدها القوة الخاصة الملكية ونقل سموه قائد الحرس الملكي لرجال الوحدة تحيات حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله كما شكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحدي من خلال مشاركتهم المستمرة ضمن قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كل الواجبات المكلة إليهم كما نوه سموه عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل المخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وإقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها وأشاد سموه قائد الحرس الملكي بالإنجازات المشرفة التي يحققها دائما رجال قوة الدفاع البحرين والتي تأتي بفضل البذل والعطاء المتواصل والعمل الدؤوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات وأضاف سموه قائد الحرس الملكي أن رجال هذه الوحدة على استعداد دائما لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الكبيرة ونصرة الأشقاء بجانب إخوانهم من مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع البحرين وذلك تنفيذا لتوجهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر